اشتركوا في القناة اعلاموا في المؤتمر الصحفي ان هم جايين طمعانين في الاهلي لكن في النهاية مش بس مطش النهاردة المهم الحقيقة الاسبوع ده ممكن يكون واحد من اهم الاسابيع واهم المطشات اللي ممكن تكون مؤثرة سواء في مشوار الاهلي في بطولة الدوري بطولة المحلية او في مشوار الاهلي في دوري الابطال ولا بديل بجد عن الفوز الاول النهاردة قبل ما نروح لبيرامد المنافس اللي من الواضح يعني من شكل المسابعة الغدوتي انه المنافس الابرز او المنافس الاقوى لينا في نسخة السنة دي من بطولة الدوري ومن التلات نروح للسبت اللي جاي مع سانداونز واحد من المنافسين الرئيسيين لينا في مجموعة احنا بادينا قررنا ان احنا نعقد حسابتها التعادل الاول مع الهلال والخسارة التانية من سانداونز خلت حسابات الاهلي مش واضحة وخلت فوز النهاردة امر ضروري ولا يابد منه يحسم الامور لا حتى الفوز النهاردة لا يغير من الامر شيء في انتظار طبعا مواجهة السبت اللي تتحدد على اساسها شكل المجموعة وفرص الاهلي فيه التأهل سواء كمتصدر لمجموعته او كصاحب مركز تاني نتمنىها طبعا كمتصدر وانا في الحقيقة ما بحبش قوي فكرة حسابات الوراء والقلم وبحب جدا 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 سواء فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني او فيما يتعلق بالنادي الاهلي ان انا احسن مصيري بايدي ما بحبش فكرة نستنى مين يكسب مين او مين يتعادل مع مين الحسابات دي ما تعودتش عليها واتمنى ان احنا ما نتحطش موقف زي ده السنة يعني كل احوال كل المعطيات بتقول انه لعبتنا وجهزنا الفني وفرقتنا في اعلى درجات تركزها ومدركين تماما لحجم المسئولية ومدركين تماما انه هما مش بس مطالبين بفوز النهاردة لكن مطالبين كمان بتقديم عرض قوي امام خصمة اتوقع انه ما يكونش سهل على الاطلاق هتابع مع حضراتكم يمكن لحظة بلحظة قبل ساعات بسيطة جدا من المواجهة اللي هتكون ان شاء الله ساعة 9 بتوقيت القاهرة النهاردة على ملعب الاهلوية السلام والبداية هتكون حلقة النهاردة مع اهم الاخبار والعنوين الخطيب يطالب اتحاد الكرة ورابطة الاندية بتدارك اخطاء الفترة الماضية والاهل يخوض مباراة مهمة امام المريخ السوداني الليلة بالارقام الاهلي الافضل في تاريخ المواجهات مع المريخ السوداني والقيمة السوقية للعب الاهلي تتفوق على بطل السوداني عشرف صبحي يجتمع مع كيروش لمتابعة استعدادات منتخب مصر لمبارتي السنغال وعمر مرموش امم افريقيا اثبتت لي كيف اصبح صلاح احد افضل لاعبي العالم وقبل ما نروح للتفاصيل يهمني جدا واكيد انتم عارفين وفاهمين وحافظين كمان انه اي حد بيلب السيشرت النادي الاهلي هو بالتأكيد نجم من حيث الكواليتي من حيث الامكانيات وفيش حد هيجي يلعب لواحد من اهم ان لم يكن اهمه اكبر نادي على اقل على مستوى قارة افريقيا وعلى مستوى الوطن العربي واحد اكبر اندية العالم بدون ما يكون عنده مقاومات انه يشيل شعار النادي الاهلي لكن انك انت وانت جوا النادي الاهلي تبقى صاحب بصمة انك انت وانت جوا فريق النادي الاهلي تكون عندك القدرة على التأثير وعلى صنع الفارق والأهم أنك تكون عندك القدرة على كتاب التاريخ